الاخت نهال الاخلية منعدمة والعكس صحيح ممكن يكون دريرا يعني بلا بصر لكن عنده بصيرة رائعة واصلي ان كل واحد من المشاهدين بعد شرح حضرتك يكون عنده بصر وبصيرة لكن لو تسمح لي عندي سؤال شائق شوية لو عكست عنوان البرنامج وقلت بدل من الظلمة للنور هقول من النور للظلمة بمعنى لو عندي واحدة صاحبتي كانت مولودة في النور او على حد قولها انها مؤمنة بالسيد المسيح لكن للأسف حبت شخصا من دين اخر وتزوجت بي وضحب بدينها ولما حبيت اكلمها قالت لي مين قالك ان انا بعت السيد المسيح ده هو في قلبي وما زال في قلبي فهل هذا مقبولا عايز اعرف رأي حضرتك كتابية الكتاب المقدس يا اخت نهال اول شي شكرا جزيلا الكتاب واضح عدم التزاوج بين المؤمن الحقيقي وغير المؤمن لا تكونوا تحت نيرا مع غير المؤمنين وبعدين شوفي انا اسهل انه واحدة او واحد بحب واحدة او واحدة بتحب شخص وبيتجوزوا عشان بحبوا بعد ما اختلفناش لكن تبتدئ التبريرات الدينية لانه المسيح اللي في القلب بينعكس على الخارج والسؤال مش بس اليوم يعني لما تزوجت هل هو زواج مسيحة ام زواج مثلا بالديان الشخص اللي تزوجته يمكن تبتقص ده عن شخص مسلم طيب اذا زواج مسيحي هل فعلا صار مسيحي اسمي ولا مسيحي فعلي يعني يؤمن في المسيح ويؤمن بالعقيد المسيحية احنا بنؤمن انه المسيح مات على الصليب وانه المسيح هو المخلص الوحيد والطريق الوحيد الى الآب فهذه اسئلة كتير كتير مهمة نسألها فما في تبريرات لكل واحد ببيع المسيح وبخون المسيح وبينكر المسيح نعطيها نعطيها آسف نعطيها تبريرات واعزار واهية لكن بسبب هذا احبائي انه هاي مش المسيحي الناس اللي بتتكلم بكل جرأة عن المسيح وما بتستحي بيسوع المسيح لانه اصلا ما فيش اشي يعني انه اخجل في بيسوع المسيح لكن قول لي على اي نبي بيعملك ليست كامل من الخطايا اللي بيرتكبها ومن الشنائع والفجور والفظائع اللي بيرتكبها انبياء في البعض تاب والبعض ما تاب الى الرب لكن يسوع المسيح كامل فازاي كيف حتى يعني حتى لو اختلفنا قاديا كيف انا ارفض شخص كامل واقارنه اقارنه بمين هذا اقارنه بمين مين اي شخصية في الوجود طيب قلنا افلطون يمكن عنده اخلاقيات ارسطو افلطون بيحكوا عن بوزة نوعا ما عنده اخلاق طب مين هدولا يعني مثل نملة امام مثلا جبل شاهق آسف يعني انا بتكلم بكل احترام لأي شخص بشاهد لكن لما بتدرس حياة يسوع فيش خطيه واحدة شخص كامل لم يسرق لم يقتل لم يزني لم يطمع لم يعني يأخذ بالقوة يعني كل حياته غفران ومسامحة ومحبة وهي رسالته وهي ارساليته فاذا هاي هي رسالة النور امام الظلمة فازاي يعني يعني انا بركز مرة تانية اخت نهال لصديقتك يعني انا متأسف هي بدها تحب واحد وتتزوج هي ما حد بيجبرها ما حد بيجبرها بس خلي بالك انه المسيحيين ممكن ناسي تقول انا مش عاوز انا بده اترك الدين تبعي بس هل اذا هو كان مسلم مستعد يترك دينه مشان هي بيصير هون في حد الردة الموت القتل يعني قطع الاعناب فاذا فكر شوي بقراراتك فاذا احنا نشكر الله من اجل الحرية ما في حد بيغصبك ولا بيجبرك على اي شي هاي احنا بنقدم رسالة الخلاص انت حر بس انا بقولك المسيح اللي انا بتكلم عنه ما فيش مثله والدليل اقرأ اسمع ليش فلان وفلان وفلان تخد لآية من هنا تحطها بآية تانية اقرأ اقرأ سيرة حياة يسوع وشوف هذا الشخص الرائع غصبا عنك لازم تحبه هاي كلام اخت مسلم قالت له انا لازم قالت له لازم اقع في حب هذا الشخص اللي حررني واللي غير حياتي ما فيش يعني ما فيش يعني لو اردت ان تكرهه لو قعت في حبه مستحيل المسيح لازم تقع في حبه ما فيش مثله هو يسوع المسيح موسيح 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 شكرا